بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان السلام عليك يا رسول الله عندما نأتي ونحضر ونجلس بأنه دا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم مساعد وخاصة لما نكون في يوم كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا الخير والنور والبركة في حديث أنا بسميه حديث السرور حديث الوصية حديث الوصية اللي وصل الله سبحانه وتعالى وصل بها حبيب الله صلى الله عليه وسلم بأرض تجلى الله عليه أيوة احنا نتكلم النهاردة عن حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر ويا أرض يسمى فيها القيرات فإذا فتحتموها فاستوسوا بأهلها خيرا فإن لهم زمة ورحما أو قال زمة وصخرا هذا الحديث حديث صحيح خرجوا الإمام مسلم بس أنا برضو عندي شوية والحديث ده ليه مش مشتهر كده ما بين الناس ما بين عموم الناس كده هل في حد حاول يخفي الحديث ده وما يبقاش موجود زي الأحاديث الكتيرة اللي بتروى في طول الوقت هل في حد كان مش عايز إن مصر تكون وصية رسول الله بس الحديث ده بيقول إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصر وصيته صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أمر أصحابه إن هم يستوسوا بمصر وبأهل مصر خير والنبي بشرهم إن هم يفتحوا مصر ومصر اللي هتتفتح في عاد سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد الصحابي الجليل عمر بن العاص في سنة عشرين هجرية ومن جميل قدر الله إن ما يحصلش قتال وتفتح مصر صلحا ومش عنوة لإن أهل مصر مش بيعنده كل جمال وكل خير وكل برك ويجي حضرت النبي يوصي بأهلها قبل ده بعشر سنوات أو أكتر فييجي فتحها فتح جميل هادئ بس أنا عدت أتفكر في هذا الحديث كتير ليه بقى لإن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما أو ذمة وصهرا أنا عايز أقول كده ليه عايز أقول كده ورسول الله مأكد لهم على إن هي مصر أنا أتساول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إنهم يستوصوا بأهل مصر خيرا ويستوصوا بمصر خير لأن أنا بحب أسمي مصر مش بس كنانة الله في أرضي ولكنها الزخيرة والعتاد للإنسانية لأن مصر دي ربنا سبحانه وتعالى قدر إن هي تكون هي الخزانة التي فيها يوجد القيم والأخلاق الإنسانية ليه بقول كده بقول كده لإني في الحديث الآخر إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يأخذوا منها جندا كثيفة ليه طيب لأن مصر حماية حماية للإنسانية رسول الله ما بيكلمش دايما كلام يخص المسلمين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما يتكلم كلام يخص الإنسانية فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيران يعني كتروا من أهل مصر وحفظوا أهل مصر وخلوا مصر هي تحافظ على العالم وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش وصل صحابة بأهل مصر بس وصل مصريين على العالم والله أنا بفهم الحديث كده والله وأنا حاسس أن الأسرار اللي حصلت في أهل مصر من بركة حديث الرسول لله وسلم إلي إيه يعني من بركة الله سبحانه وتعالى ومن بركة وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهم زمة ورحما إن الزمة والرحم دول مش مع حضرت النبي بس حضرت النبي زمته ورحمته يا على يا على العلاقة اللي ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي فيها ظهور الجميل الرائع سيدنا إبراهيم من السيدة ماريا لكن فيه رحم تاني إيه الرحم ده؟ إن ربنا يجعل مصر بنا وبنا رسول الله رحم آخر ورحم إنه تكون سبب لرحمة الإنسانية إزاي سبب لرحمة الإنسانية؟ سبب لرحمة الإنسانية من الإسلام وفوبيا من إن الناس تعتبر إن الدين اللي ربنا أرسله رحمة للعالمين شوفوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الراحمون يرحمهم الرحمنة وتعالي يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فبينهم رحم الرحم ده أنتج رحمة ليه رحمة؟ أول حاجة إن ربنا يجعل مصر رحمة لإن أنتوا عارفين حضراتكم إن دايما في الرؤية الدينية الإسلامية إن التنوع رحمة فقال إن مصر ده تيذكروا فيها القيرات فإيه اللي حاصل؟ اللي حاصل ببساطة إن مصر فيها رحم بينها وبين رسول الله ليه؟ لأن في مصر التنوع اللي هيكون فيها هيكون سبب رحمة